مستشفى جديد في قضاء البطحة بمحافظة ذيقار افتتحه رئيس الحكومة محمد السوداني بكلفة سبعة مليارات دينار فإذا بحقائق وصفت بالمؤلمة كشفت بأن المستشفى بعيد كل البعد عن الجهزية الفعلية للعمل فلا طاقم طبي مؤهل متاح ولا تجهيزات طبية مكتملة وحتى سيارات الإسعاف غائبة تماما ما جعل المستشفى مجرد هيكل فارغ لا يقدم أي خدمة حقيقية لسكان المنطقة ويجعوا افتتاح وهي الهالج رادة تتقل رئيس الوزراء يابد قلنا ماكو كادر ما موجود عندنا كادر ولا واحد خلوه يوصل لما نمشى رئيس الوزراء مطوقين المستشفى ومجرد افتتاح شكلي وكادر ماكو وإحنا هذا كاتبين مستشفى عام راح يسوونا طوارئ وثمانين مليار راح انهباء منثورة مواطنون في قضاء البطحة وصفوا الوضع بأنهم مثير للصخط جراء التلاعب بأموالهم عقب انتظارهم لسنوات من أجل افتتاح مستشفى يلبح احتياجاتهم الصحية الملحة حيث وجد سكان القضاء أنفسهم أمام حقيقة مرة وهي أن افتتاح المستشفى يخلو من التخطيط الجاد أو الرؤية التي تضمن تشغيله بكفاءة من جانبه قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شينغالي قال إن الفساد ما زال يشكل تهديدا كبيرا في العديد من الوزارات والدوار الحكومية بما فيه القطاع الطبي أردفا أن الفساد بات أشبه بثقافة مدعومة من أطراف سياسية بعينها حيث يسعى الكثير إلى تحقيق مصالح شخصية عبر استغلال النفوذ والصفقات ناشطون وأطباء عراقيون قالوا إن الفساد في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم التي تمس حياة المواطنين اليومية يمثل تهديدا كبيرا وضيفين أن التدخل السياسي في تعيين التواقم المتقدمة للوزارات وأفرض إرادة الأحزاب في تسمية المديرين العامين أدى إلى تفاقم الفساد في القطاع الصحي فضلا عن أن الرشوة والمحصوبية تلعبان دورا كبيرا في تفشي الفساد ومع عقود توريد الأدوية والمسلزمات الطبية المبرمة التي يتم توقعها بأسعار تتجاوز الكلفة الحقيقية بعدة أضعاف إلا دليل على تفشي الفساد في قطاعا هو الأكثر تماسا مع المجتمع ترجمة نانسي قنقر